اتكلموا على الناس صراحة نتيجوا واحد المسألة اللي منيسا نقولوا الوصفات خاصة الوصفات الغذائية لأكيد كيف كان نقولوا اه كتخذ بواحد المعايير واحد المواد اساسية اللي كينا من المطبخ دينا ولي كتنفع ايضا فانها تساعة كتتترفع لك المناءة فانها نحاولونا نعطوشي حاجة جديدة من غير اللي دايجا تتكلمنا اليهم بحل عاصل اخضار بحل مسألة كتتكلم على الرمان بحل هذا نعطوشي حاجة اللي جديدة وليقدر الانسان انه ياخدها يا اما كعاصير يا اما كوجبا غدائية يا اما كتيزان مشوف هذا الاطار هذا مع المستمعات واكيد مرحبا دائما متواصل تفاعل دي لهم رقمنا هالاشلالت لكل سفر خمسة دين وعشرين سفر خمسة ستواتلاتين على الشهاد يفهم تفضل مرحبا اذا فيما يخص هذا الوصفات اللي حاولتي عندنا كنت تنبهينا لهم باش نقولوا الناس اللي عندو منزلة اشنو يا بعض المتالا عاصر او اللي شيوش بغدائية اللي ممكن انها تكون او ميمتون راني كان ناوكل بها وكنشبع بها الدات ديالي او ميمتون كتلعب دور ديال انها تحميني او اللي ترفع لي المستوى ديالي باش تخرجني من الازمة نقدر ننزل اللي عجتها من خلال انني لقيت واحد صفعة من الكليم اللي كتعيش فيه لقيت واحد صفعة من اللي كتعيش فيها لقيت واحد صفعة كدلك من داك تغييرات المناخية المفاجئة هادو كل هنك كيخليوا الجسم ديالي يطاح كيعيش واحد المحلات ديال السترس اللي كتحلو المنعة وبالتالي هاداك الفيروس ممكن كيلقى الظروف ملائمة وكيبقى يعني يتملتيبليا ولا يتكاتر بوحد شكل لا يتصور طيب فهنا مثلا كتقول شنو هي مثلا شي شي عصر مثلا بغيت نصوب شي عصر ليكون فيه الاشياء اللي غادي نتغدى بها يوم ميمتون اشياء اللي غادي تعاونيها لاننا نرفع المستوى المعنى ديالي ونخرج من هادو عكا ديال اللي اللي حصلت اللي حصلت فيها كان ناخد مثلا ليمونة برتقالة وهذيك البرتقالة كان زيد عليها واحد كميشة ديالي سيبيناخ وكان زيد عليهم نصبانانا وكان زيد عليهم معلقة كبيرة ديال حبوب الشياء ونزيد عليها كذلك واحد طريف صغير ديال الخرقو ديال سكنجبير خضر ونزيد عليها الماء ديال الكوكو الماء ديال الكوكو نقدر ديال الماء ديال الماء العادي او لن ديال الماء ديال الكوكو علش الماء ديال الكوكو فيه ما يزيد على تمانين نوع من الاملاح المعدينية اللي كدت تعاوني على الرفع ديال المستوى ديال المناعة ديالي نقطة المالية يكون في القلب ديال الكوكو ديال الجوز لهين ركي اتباع المهم الناس مش غايت تفهم ماشي زماء فوالا اوكي الاخ يا ام في حالة ما إلا كانت إمكانية غير هدا ممكن ناخد غير المال عادي ديال روبيني ديالي او لا إلا ما نعزز كسر عندي المال ديال الكوكو هادو كان نخلطهم وكان دير بهم نضربهم في الخلاط الكهربائي يعطيني واحد العصير لا البنة ديالو عجيبة جدا ولا كذلك للافادة ديالو مفيدة احنا لما كان قلو خديت برتقالة كان نقول هانا خديت معالا فيتامين سي فيتامين سي كترف علي المناعة ديالي بوحد شكل لا يتصور لما كان نكون ناخد الحفنة ديال ديال لشنو غلق غانية بمضادة الاكسادة والحديد اللي كيلع في دور انه كيرف عليهم المناعة لما كان ناخد البنان البنان غني بالبوتاسيوم اللي كي عام بوحد شكل كبير من على انك في خليل الخلية داتية ديالي وكي خليلها تكون نشطة الاخد بنا الحبوب الشياء غانية بالاوميغا ترو واحنا كان عرفو بأن كي يجدد لياديك الخلية اللي تم التدمير ديالهم الاخد بنا السكينجبير كان عرفو بأنه موضات الالتهابات وحنا كان عرفو بأن الفيروس كي يسبب ليا التهابات على المستوى ديالي وإلا اخدونا المادة ديال كوكو غني بالأملح المدينية وكيساهم في اليدراتاتيون او الاتمية ديال الدات ديالي وهكا كنكون خديت وصفة كاملة اللي فيها اشياء اللي ممكن انني كتخديني يوم ما امتو كتتحميني وكترفع لي المستوى المناعة ديالي ونخرج من النسلة بامن وامن. شحال ياخدوا الناس اذا مرة? من الصباح للصباح. مرة واحدة? الصباح للفطور. اذا كوال فطور ديالي. وهكا كنكون. مدة ديال شحال تقريبا. هو هو اللي قد عليه الانسان احتى يوميا ما كنتش مشكلة لانها ركشتي في غير الليمون كده الاشياء مفيدة. اللي اولا راني غادي الخدمة ديالي وانا واكل وانا مغدي وانا عاطي الدات ديالي اشياء مفيدة يوم ما امتو. راني كنرفع من المستوى المناعة ديالي اللي غادي يحاول يحميني من من الادات ديال ديالك الفيروس اللي كان السبب في ظهور نزلة عندي في الدات ديالي. نعم. ثم لما كنمشي للغداء. لغداء نشوف شي شي حاجة اللي اللي او ممتو راني كان اكل. او ممتو راني كان نحاول انني نفعل القضاء على الميكروب اللي غادي خرب لي الدات ديالي. كان ناخد طرف ديال الجاج البلدي. يا ايما السدر. وغالبا كان فضل السدر لانه كيكون غاني بالبروتينات المفيدة. اللي غادي تخليني نعزز البناء ديال الخالية المناعتية. ايه. وكذلك نعزز ديال البناء ديال الخالية للدمرات اليمن خلال التوجود ديال ديال داك الفيروس عندي في الدات ديالي. كان ناخد البصلة. خيزو. لكذلك الكرافس. لسلغي. الكرافس. هادو نعرف بان هم عامري بالفيطامينات. والفيطامينات من منهم الفيتامين سي. واللي وفيهم ديك لاليسين اللي تكلمن عليها قبل قليل اللي كترفع من المستوى المناعة ديالي بوحد شكل لا يتصور. وكان ناخد معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي. ومعهم آآ شوية لامواتي ديال معلقة صغيرة ديال سكينجبير بودر. وهادو نكنزيدهم على هاد الوجبة ديالي. وكان ناخد جوج ديال السنينات ديال التوم. وكان ناخد كذلك آآ آآ خضرة مسلوقة. المادية الخضرة مسلوقة. مهم جدا. وكان ناخد العصير ديال السيترون. وكان ناخد الملحة. والبزار. وهادو كان نصوب بيهم آآ وجبة. شربة ولا شرب لتسطحان او لا. يا اما كان نصوب آآ نصوب شربة. بشكل اللي اللي تكلمتي عليه او لا. كان صوب حال قويميلة. لان فاش كان عندي ديال هاتي لي ديال الخضرة او لا كان نخلي المدية الخضرات بحل ما مشروب. وكا. اللي كان شربواه بوحده. هادة كان اخ除هab هذا كان شربو. دon行ك وحلي كان صيب طاجين. طاجين ديالي عادي ايضو زياد عاليهم. يا اما ديال الحم ديال الارضام او ديال الخضروات. هادو كلهم لهم ضور كبير وكبير جدا. وجدم pant imposible. لما كان ناخدو دجاج. كان قلوه بأن دجاج له دور كبير في أنه كي يزود ليدة دياله بالبروتينات. uh-huh. لما كان ناخد البصله ويذهب اليدات ويقال كنا نقول فيتامينات اللي غاية ويتعاوني على رفع02 المستوى المناعة. لما كان نقول الخرقم البلدي وسكنجبير كان قول مضاد الاتهابات. مضاد الفيروسات بوحد شكل لا يتصور. لما كان قول التويما مضاد الاتهابات ومضاد الفيروسات بوحد شكل لا يتصور. لما كان قول المشروب ديال خضرات المسلوقة. هادا شنو كيكون اولى المشروب ديال ديال العظام. هادا كي يعطيني كمية ليا الدات ديالي باش ما يخليش داك المخاط يكون تقيل. وبالتالي يقدر يترتب عليه. الخروج ديال الدم ديك الزعلات اللي كيكونوا قاسحين باش كي يشوف كيف يحيدهم بلاسهم. لما كنشرب هات السوائل كتعاوني على اسس ان داك المخاط كيخرج بسرعة. وكيهزم معه ديال فيروسات بوحد شكل كبير. اللي يخليني تتخلص منهم. وبالتالي من الزيادة ديال داك المناعة. غاتق ديالي على الباقي اللي باقي كي تساري ليا. في الدات ديالي. السيترون احنا كنا نقولو بانه عمر فيتامين ساي اللي الدور ديالها معروف. والملحة والبزار. هادو تاما الدور ديالهم. السورة والبزار كي يسهل المأمورية ديال الدخول ديال سكينجبير. والدخول ديال خلقهم بلدي الى الدورة الدموية. والرفع ديال مستوى المناعة دي في الدات ديالي. وهكا كان صوب اما صوبة كما قلتي. او لكن صوب مريقة واحدها داك اللي غادي خليني نخرج من من الوعكة ديال هاد النزلة بامن وامن. نعم. تكلمين على الغداء. ممكن دابا الان انا نحاولو نديرو شي وجبة ديال اللي يكون فيها مواد غدائية اللي غتغديني. وتكون فيها كذلك مواد اللي غادي ترفع ليها من المستوى ديالسورة انني نخرج من النزلة بدون مشاكل. اذا في العشاء نقللو نحطو اه مقترح ديال مواد غدائية اللي تقدر تنفعني في الامكانية ديال الخروج من هاد الوعكة. ناخد يا اما السرديل او لوح الفيلة ديال السومو. اللي كنقولو السومو والسرديل لانهم غنيب اوميغا ترو وفيتامين دي. احنا كنعرفو بانهم لهم دور كبير في تعزيز الامكانية ديالبناء ديالخولة. الكوريات البيضاء وبالتالي الرفع ديال المساود المناعة. احنا كنحطو مادة غدائية ايه اوميغا ترو كنشوفو المقابل ديالها والمراضف ديالها في ما يخص الرفع ديال المساود المناعة. انا غادي ناكل السومو. انا غادي نشبع بالسومو. انا غادي نعمر الكريشة ديالي بالسومو. ايه اوميغا راني كنت ننمرها. اه تكون شي شي روتور على الصحة اللي تكون ممتاز. كذلك كنناخد الكورجيت. وكنناخد الخيزو. وكنناخد الفلفلة من الحمراء والبروكولي. هادو الى شديتهم غا تلقى بانهم المكونات ديالهم كان الفيتامين سي. وكان مضادات الاكزادة. اه كذلك ناخدو دوك بعد بعد النباتات الطبية والعطرية. بحالش. اللي كتكون اه ما زال خضرة. بحل زعيطرة. بحل ازير. بحل المعدنوس. زعيطرة وآزير والمعدنوس. هادو المفعول ديالهم هو انهم مضادات التهابات. اه. وكذلك الى اخدينا اه الزيت البلدية. الزيت البلدية احنا كنعرفوا بان البلد ديال نراه تبارك الله معروفة بهذا النوع ديال الزيوت. زيت البلدية فيها مضادة الاكزادة عجيبة وعجيبة جدا. لان دخلها بدك شجرة المباركة. والمباركة بمعنى اي حاجة اخدتها منها. لا العود ديالها ولا الورق ديالها ولا الزيت ديالها ولا يعني الفروي ديالها. كلهم فيهم مواد لي كتنفع الجسم ديالنا بوحد شكل لا يتصور. لما كناخد الفيلي ديال ديال صومو. كنشدو وكندير دوك التوابي اللي تكلمين عليهم قبل قليل. كنحاول انني هادا نديرو من الفوق ديال الوجه ديال ديال هادا وندخلو في الفور. اي. ثم بعد ذلك كنشدوك الخضروات اللي تكلمنا عليهم. كننطيبهم الافابر. نعم. باش كنخلي دوك المواد الغدائية اللي كينا والعناصر المغدية اللي كينا فيها. من تبقى دائما مزيانة. ولما كنخرج الفور. ما كنخرج داك الصومو من الفور. ولما كنخرج هاداك من من بعد. من 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 تفور. اي. كنحاول نديلهم اه ازويتابل ديال. ونزيد لهم دوك التوابي اللي اللي غادي يعزو. اه المدق ديالهم. وكنا كل بس تحاول راحة. هانا غديت الدات ديالي. ايو ما يمطى. هانا حطيت مواد اللي غتحول تخرجني بديك نزلة. بدون مشاكل. وهكا. ممتاز. اغنكون اه اغطينا هاد الموضوع كما كيقولو من جميع الجوانب دياله. اشنو هي المواد اللي ناخد. اشنو هي المكملات الغدائية اللي شنو نخصني ناخد. وشنو هي بعض الواجبات الغدائية لحاول نصرفها الوجبات ديال الفطور ووجبات ديال الغداء والوجبات ديالاشاء. فلكن الانسان حارس على اساس انه يتبع هاد المنهاج وهاد البرنامج اللي تكلمنا عليه. بإذن الله غادي دوز ديال الفطرات ديال النزلة بامن وامان. وغادي خرج منها ان شاء الله بامن وامن. وغادي يخلي الدات دياله مزالة فيها كما كيقولو فيها امكانيات ديال المقاومة اشياء اخرى اللي جاية من بعد. فاش نكون انا في كما كيقولو في الدورة الحياتية ديالي كل كل يوم رانين معرض لكامات ولطعمات اللي قد تقدر جيني من 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 المكلة ديالي. جيني كذلك من من تقلبة الجوية. جيني من ذاك اللي كنعيش اللي كنكون قلس فيها في الدار ودك. ونجيني من عند وحدة اخر اللي كان قلس معايا في 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 البيرو ديالي ولا قلس معايا مثلا في الجي مع من الجي معادي واللي كان قوم. كان شي واحد اللي قلس معايا وانا مصافر. كان الانسان دائما معرض الى انه ياخد شي ضربة غير عادية من من شي مجاور ليه. ولكن الى كنت انا دائما حارس على اسس انني نخدم على الدات ديالي باش المناعة دائما تكون قوية. باذن الله ممكن هاد 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 الصدمات واللطمات نقومهم ونخرج منهم بسلام. لكن ما ننساش الحويج اللي تكلمنا عليهم قبل قليل الرياضة. اي. والرياضة اللي ما تكون شيئا ما عنيفة. الرياضة اللي كتجلة في المشي. الرياضة اللي كتجلة في الهروالة. الرياضة اللي كتجلة في شوية ديالجيري. هادو كل هم كما قلنا قبل قليل كيلعبوا دور ديال انهم كيعزوا الدورة الدموية. وكيخليوا هادك شي اللي عندك الكوريات البيضاء اللي بنيتهم. من خلال الاكل ديالي فيتامين سي والفيتامين دي والزنق والحديد. وكذلك مضادات الاكسادة. والاوميغا ترو. هادو كل هم. ومضادات التهابة. هادو كل هم. كيسهموا بشكل او باخر في انتاج ورفع المستوى المناعة. ولكن هنا ننتجة الكوريات الحمراء. وعندي الطرق بلوكية في جهة القلب. القلب ما غيستفج. بلوكية جهة الجهاز تنفسي. جهاز تنفسي ما يستفج. فلهذا كل ما كانت الدورة الدموية مو يسارة. ايه. وكانوا دوك القنوات ديال الدورة الدموية كلهم مسرحين. نعم. كان عرف بان هاد المواد اللي اخذتهم غضي يوصلوا الى كل مكونات الدات ديالي. وبالتالي القضاء على الحد الامكانية ديال التواجد دياللك الفيروسات اللي اللي قيسى اليدات ديالي. وبالتالي كالقراسي بانني الحمد لله تعافيت من خلال الوقفة الجيدة ديال الدات ديالي في القضاء على دوك النوع ديال ديال الميكروبات اللي هاجموا لي هاد الاخيرة. نعم. نكملوا دائما في اطالة المواد الغدائية اللي دائما كتهم بان ترفعنا المناعة ولكن بالوصفات يعني في وقيت ديال 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 مثلا ديال كنرمان كين الحواماد البرتقال الحاماد البامبليوس هاد الامور كلها كين بزاف ديال الفواكيل اللي كينة فضل وقيته. واصلا خد راود حتى يلي كينة فضل وقت. الفائدة ديالها على الصحة ديالنا ورفع مناعة والامور كلها. مشو فضل ايطار تفضل. اه فيما يخص بعد المنتوجات الغدائية اللي ممكن تنفعني في في الرفع ديال المستوى ديال المانعة عندنا كين سكين جبير. وسكين جبير يعني ما يكون خضر ولا يبس. ما كين مشكين. فاش كنقول يبس بمعنى انه كيكون على شكل بودر. هذا كن اخده كن اخده هو. كن اخد ما ما نساش للك المادة اللي تكلمنا عليها قبل قليل اللي كينسية. او لالاكنيسية. وكين كذلك الزيطرة. وكين الفليو. والقرفة. والعسل. عدو وكلهم مواد اللي ممكن كذلك نحطهم الى لحتي بانه زنجبيل له ضور كبير وكبير جدا في الرفع ديال المستوى ديال المناعة. وكيلعب ضور كذلك ديال انه كي يرفع الامكانية ديال قضاء الميكروبات جميع الانواع ديال الميكروبات وخاصة الفيروسات منها. فهي هادي يا اما ناخدها اه بودر او لن اخدها خضراء ما فيها مشكل. كذلك لما كنت تكلمو على لي كينسية. هادي كينسية يا اما غالبا كيكونوا سوفم ده جيلول. او لا ديال بودري لا كانو ديجيلول كان ناخد ليكيفالان ديال اين جرام. وهدي اه كما قلت قبل قليل كترفع المستوى المناعة عامة بين خمسين حتى المية وعشرين مرة. وهدي كذلك كتتنفع في القضاء على الميكروبات الدارة وخاصة الفيروسات وكتتحمي الجهاز التنفسي بواحد شكل عجيب. نعم. اه الزعطرة احنا معروفة الاخدينا نسق معلقة صغيرة. اه هي مضادة ديال الميكروبات. وكتخفف ديال الالم ديال العطيس وديال الكحار. وبالتالي ديال الالم كذلك حتى ديال الحلق. كتحسب راسك بانه لما كتاخذ الزعثرة. كتتخلص منها. كتاخذ كذلك الفليو. فليو كنعرفو بانه كيلعب دور مهم على اساس انه كيخفف العب على الجهاز التنفسي. وكي كده كيخفف العب على النيف الى كان بوشي. ايه. دائما في الفليو كنحاول نديروه نشموه هو اللي كي يسرح لنا النيف ديالنا. ايه. القرفة اه تهيا كنعرفو بانه مضادة لتهابات. وكتسخن الدات. وبالتالي كتتهم بوحد شكل او بياخر في الرفع ديال مستوى المناعة. العسل. احنا كنعرفوه ما ادرا كما العسل. اه كيخفف على لعب على على الحلق. ايه. وعلى الجهاز التنفسي. وكذلك عنده الخاصية ديال انه مضاد للميكروبات. فالما اش دينا هاد المكونات كاملين. كنناخدو معلقة صغيرة ديال سكنجبير. وكنناخدو مه قرام ديال الاكنيسيا. ونصم معلقة صغيرة ديال الزعطرة. وكنناخدو الفليو. تهوة نصم معلقة صغيرة. وكنناخدو عويد ديال ديال القرفة. وكنناخدو كذلك اه معلقة صغيرة ديال معلقة صغيرة ديال العسل. اللي كان ديرو هاد شي كيفاش كان نحاولو ن نوجدوه. كان نشدو واحدة نصير طرود الماء. وكان نغليوه. وكان نجيدو نزيدو هاد شي اللي تكلمنا عليه. وكان وبعد كان نخلطو نخلطو مزيان حتى كيتخلط. وبعد هو كان نخليو يدوس شوية في العافية. ما حدو هو في العافية هو كيتخلط في العافية وكيتخلط. وبعد كان حتى كنشوفو بان دوك المكونات ديال هم تلقو في الماء. كنصفي داك الماء وكنشربو. كنصفي ونشربو. وهذا كيعاون على اساس انه كيعطيني انتزان اللي الماداق ديالها ممتاز. وبالتالي كتلعب دور ديال انها كتقوم بدوك الادوار اللي تكلمنا عليهم كاملين. اللي كيرفع المناعة را كيرفع المناعة. اللي كيزيد ليا الكورية البيضاء كيزيد في الكورية البيضاء. اللي كي خوي ليا الصدر ديالي من عندك المخاط كي يخوي ليا. اللي كي يخفف الالام ديال الحلق والجهاز تنفسي كي خلفو. فالاخدتها دي في الصباح واخدتها في الليل. كان نشوف راسيبي انه الحمد لله الامور ديالي كتولي طيبة. مهم. نو كادو مجمع من الامور اللي ممكن انا اليسان. انه يمشي في هذا الاطار ديال. انه يحاول ارفع من المناعة ديال دياله. خاصصا في اللقات ديال نزال ديال البرد. انكتفي وبعد القطر. مرحبا. شكرك بزاف دائما لحضور ديالك.